السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده لنا البنات لبس عليكم. تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله عندي لكم فيديو جديد خاص بطريقة عمل ورداء بالكروج شي جد رائعة وبسيطة. وبالنسبة لهذه الوريقات راسبق لنا اننا خدمناهم. غدا نحط رابط الفيديو في صندوق الوصف. وممكن انكم تزينوها بالطريقة اللي عجبتكم. انا نزينتها بالعقاب كما تلاحظوا. وبالنسبة لهذه الوريطة ممكن اننا نستخدموها في باستاذ الأعمال. منهم يعني ممكن اننا نزينو بها باستاذ الحويش. وممكن اننا نعملوها مفارش وذلك يعني تنخدمو مجموعة من هذه الوريطات. وتنلاقيوهم بالكروشي وتنعملو بهم مفارش او وسادات تجيو رائعين او زالين. واذا بغدا نبدو على بركة الله. اول حاجة تنعملو عقدات البداية كما تلاحظوا. تندخلوا الكروشي وتنجروا الخيط من وسط هذه الحلقة. ثم تنعملو سلسلة فيها ستة. واحد. جوج. ثلاثة. اربعة. خمسة. ستة. من بعد تنغلقو هاد هاد الدائرة بمنزلقة. يعني تندخلو الكروشي في هاد الغرضة كما تطلحتو. تندخلو الكروشي وتنسحبو الخيط. وتنعملو منزلقة. بهذا تنكونو كونا دائرة صغيرة. من بعد ترتافعو بسلسلة فيها اربعة. واحد. جوج. ثلاثة. اربعة. هادي غادي تكون بمثابة عمود بلفتين. من بعد غادي نعملو لفتين باش غادي نعملو عمود بلفتين. تنعملو لفتين بهذا الطريقة. من بعد تندخلو الكروشي وسط هاد الدائرة. وتنسحبو الخيط. تنسحبو الخيط. من وسط هاد الدائرة. ثم تنعملو لفة. تنسحبو الخيط. للمرة الثانية من هاد الدائرة. ثم تنعملو لفة. وتنسحبوه من الحلقاتين المتبقيتين بهذا الشكل. هاكده تنكونو كونا عمود بلفتين. وتنستمرو احت تنعملو اربعة وعشرين عمود بلفتين. تنضورو على الدائرة. تنعملو لفتين. تندخلو الكروشي من وسط الدائرة. تنسحبو الخيط. تنسحبو الخيط. تنسحبو الخيط من وسط الحلقاتين. ثم تنعملو لفة. تنسحبو الخيط من وسط هاد الدائرة. ثم تنسحبوه من الحلقاتين المتبقيتين. وكيف ما نقول لكم. غادي نستمرو حتى نعملو اربعة وعشرين عمود بلفتين. نكملوها ورجوها. من بعد ما كملنا اربعة وعشرين عمود بلفتين. تنغلقو بمنزلقة. يعني تندخلو الكروشي في هاد الغرزة. وتنلفو الخيط. وتنخرجو الخيط. يعني تنسحبوه. من وسط هاد الحلقاتين. واش نعملو منزلقة. بهذا تنكونو اعملنا دائرة بالعميدة. بلفتين. من بعد ترتفعو بسلسلة واحدة. ثم تنعملو غرزة حشو. فوق كل غرزة. كما تلاحظو. تنستمرو حتى تندورو على الدائرة كاملة بورزة حشو. من بعد ما كملنا غرزة حشو يعني دورنا على الدائرة كاملة. تنختمو بمنزلقة. باش تنغلقو هاد دائرة. كما تلاحظو. ده بقى انا غضي نقطع الخيط باش غضي نعمل لون اخر. يعني غضي ندير افجوش الالوان. واللي بغي يخدمها بلون واحد. ممكن انه يخدمها بلون واحد. تجيبها الشكل. بغي نقطع الخيط. باش غضي نكملو العمل دينا بلون اخر. وبالنسبة لهاد الخيط تنحاولو اننا ندخلو ما بين هاد الغرزات باش تيبقى شبان علينا. تندخلو غير ما بين هاد الغرزات. تندخلو من هاد الغرزات. الغرزة بهالطريقة وتنعملوا عقدة كما تلاحظوا سوف تنعملوا العمل لنا بهالطريقة من بعد سيرتافعوا بسلسلة فيها خمسة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة تنعملوا لفتين من بعد ما عملنا لفتين سنعملوا عمود بلفتين يعني تندخلوا الكروشي من هاد الغرزة من هاد الغرزة اللي عملنا فيها هاد السلسلة بهالطريقة بهالطريقة تنعملوا لفة وتنسحبوا الخيط بهالطريقة تنحصلوا على هاد الشكل كيفما تلاحظوا يعني جوج الأعميدة في غرزة واحدة من بعد ترتافعوا بسلسلة فيها ثلاثة واحد جوج ثلاثة وتنعملوا تسعود ديال الأعميدة بلثة واحدة بلثة واحدة بلثة واحدة في هاد العمود بلثة واحدة بلثة واحدة بلثة واحدة ثمانية ثمانية ثعت muit ثمانية ثمained تنحصلوا على هذا الشكل من بعد ترتفعوا بسلسلة فيها خمسة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ثم تنعملوا عمود بلفاتين يعني تنعملوا جوج للفات وتنزيلوا لهذه الغرزة اللي عملنا فيها السلسلة كما تلاحظوا تندخلوا الكروشي وتنعملوا فيها عمود بلفاتين تنسحبوا الخيط من وسط هاد جوج الحلقات من بعد تنعملوا لفة وتنسحبوا الخيط من وسط هاد الحلقتين ثم لفة أخيرة وتنسحبوا الخيط من وسط هاد الحلقتين المتبقيتين ثم ترتفعوا بسلسلة فيها ثلاثة بعد جوج ثلاثة من بعد تنعملوا تسعود دي الأعميدة في هاد العمود اللي عملنا بلفاتين سوف نقوم بعمدة بلفة واحدة يعني هذا تعتاب بمثابة عمود بلفة واحدة جوج ثلاثة أربعة ثلاثة 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 نضاع ثلاثة الغرزة ثلاثة ثلاثة نستمر بنفس الطريقة حتى تنظروا على الدائرة كاملة كما تتلاحظوا معي بعد ما كملنا الدورة دينا كاملة بهذه الوريقات سوف نختموه كما تتلاحظوا هذه اخر ورقة سوف نغلقو الدائرة من هذه الورزة كما تتلاحظوا ونقوم بمثالجة منزلقة ونقوم بيات الشكل من بيات تنمشوا السلسلة نقوم بمثالجة منزلقة في كل غرزة الغرزة الأولى نقوم بها منزلقة الغرزة الثانية نقوم بها منزلقة ثم الغرزة الثالية نقوم بها منزلقة ثم نقوم بورزة حشو وسط الدائرة بها طريقة سيسلة جوج تأتي بالنسبة للسلسلة سنجد هذه السلسلة من المزيد في الأرقاء سنجد هذه السلسلة وعرضي تأتي المزيد في وسط الدائرة فرقاء سلسلة فيها جوج واحد سلسلة في هذه الورقة ورزة حشو وسط الدائرة سلسلة فيها جوج سلسلة فيها جوج سلسلة ورزة حشو وسط الدائرة جوج سلسلة فيها جوج سلسلة فيها جوج واحد جوج وتنجيل هذه الورقة اللي قبل منها وتنجيل هذه السلسلة وسط الدائرة كما تلاحظوا معي وتنسى من الروح تنظروا على الدائرة كاملة كما تلاحظوا كما تلاحظوا يعني تنظروا معها كاملة كي تجمع لنا الوريدة وتتشكل وتجي رائعة كما تلاحظوا ونعود رجعوا تشوفها كما تلاحظوا معي سنقفلوا التائلة يعني بعد ما دورنا عليها كاملة تجمعنا كال هاد كل جوانب ديالها تنعملوا وكملنا سلسلة فيها جوج كما تلاحظوا وتنجيوا لهاد السلسلة الأولى اللي بدينا بها بجمعنا كما تلاحظوا تنضخلوا من هذه الغرزة كما تلاحظوا وتنعملوا غرزة حشو سنعملوا سلسلة فيها جوج حتى نختموا أولى فيها واحدة هذا هو الشكل يعني إذا نحاولوا أننا نخرجوا هاد الوريقات قادمة تتلك حتى نحصلوا على هذه النتيجة يعني لها الورضة ممكن أن نزين بها كمفرش ممكن أن نلاقي مجموعة من الغريدات بحلد وطلقهم ويكون لنا مفرش أو وسادة تدجية رائعة كما تلاحظوا وتنتمنى أن الفكرة اليوم تكون الإعجاب لكم وإلى عام المقبل بإذن الله